ففي يوم من الأيام وإحنا قاعدين في المضيفة سمعنا صوت واحد بيسرخ أو صراخ فجيت أنا أبص على الدور الأرضي تحت عشان فيه زي فتحة وبلكونة فسيدنا على طول قال لي لا يا ابني يا ابني ده فيه روح نجس فقل لهم يجبوه فكان واحد عليه روح نجس ومنشنج وبيسرخ فاتنين رجالة تانين مسكينه وأنا قلت لهم اطلعوا هاتوا اطلعوا فاطلعوا دخلوا المضيفة وهو منشنج فسيدنا قال له نومو يا ابني قدامي هنا فابتدى سيدنا يقول له مسك الصليف في يده طبعا ويقول له باسم يسوع المسيح الإله القوي بقولك أخرج من الجسد بتاع الراجل ده فبيسرخ طبعا وصوت هذا الإبليس صوته رفيع سمعينه وبيقول له ما تحرقنيش ما تعذبنيش أنا حخرج فسيدنا يقول له انت كذاب فيرد يقول له أنا حخرج حخرج يقول له أخرج من صوبة على الرجل الزغير وما تطلعش من عينه فسيدنا بيحط إيده على عينه وعلى أودانه عشان إذا طلع الروح النجس من عينه أو أودانه ممكن يأزيه بالطريقة ده فسيدنا بيحط يمس إيده ويقول له أخرج فبشردي أخرج فقال له انت معك كم واحد قال له أنا معي شراطين كتار قال لهم بقى باسم يسوع المسيح الناصري إله القوات مرقوا بالخروج من الجسد هذا الجسد فعكسهم يقول له حاضر حخرج يقول له انت كذاب فندع الشب ماس قال له هاتي الشر يا ابني هو الروح النجس سمع اسم الشرية وراح صحيح جاء بالشرية قال له انت هاتي حرقني هاتي حرقني ويصوت احنا سمعين الديالوج بين سيدنا وهذا الروح النجس وبيتكلم عربي فسيدنا بيقول لنا دعا لي لجيؤون لجيؤون يعني مجموعة من الشياطين وبعد كده فجأة الرجل بطل تشنج وهدى خالص فسيدنا اداله الصليب قال له بوس الصليب بس الصليب وقال الحمد لله فقال لاخواته الاتنين الرجالة اللي جابوه وروني الفانيلا بتاعته ففتحوا الجلابية كان لابس جلابية بيضة فلاقينا صلبان دم على الفانيلا تاني يوم نفس الشيء الحقيقة كنت انا برضو موجود هناك جه واحد ونفس الموضوع عليه روح نجس وطلعوا برضو بس ما كانش لجيؤون فكان روح نجس ومش